بسم الله الرحمن الرحيم كيف نحدد دوع التغير في معادلات ونوضح معادلات التغير في حال مسائل حياتية تعال قبل أن أبدأ للخص الأشياء التي أخذناها تكلمنا عن التغير التردي قلنا مثلا إذا قلنا أن تتغير Y ترديا مع X فالY تساوي K في X Y تساوي K في X إذا تقدر نطلع K إذا نقسم Y على X إذا الثابت رح يكون K تساوي Y على X ومن خلال هنقدر نستفيد نطلع علاقة التناصم بالشكل التالي نقول Y1 على X وتساوي Y2 على X2 تغير المشترك إذا كانت عندي Y تتغير تغير مشترك مع X و Z معناة للY تتغير برديا مع X و Z معناة للنقول للY تساوي K في X في Z هذه معادلة التغير أو معادلة التناصم الثابت نقدر نقسم المعادلة على X و Z عشان نطلعه فبتصير المعادلة K تساوي Y على X في Z Y تساوي Y على X في Z إذاً علاقة التناصم Y1 على X و Z تساوي Y2 على X2 Z2 تغير العكسي إذا قالت Y تتغير عكسياً مع X فاحنا نقول للY تساوي K على X Y تساوي K على X دائماً إذا قالي عكسياً أخلي المتغير في المقام اللي هو المتغير الثاني إذن أقدر أقول إن الك تساوي Y في X وبن خلالها علاقة التناصم بتكون Y1 X1 تساوي Y2 X2 التغير المركب إذا قلنا Y تتغير تغير مع X و XC مع Z معنات أن المعادلة راح تكون بالشكل التالي Y تساوي K مضروبة في X و مقسومة على Z إذا الثابت راح يكون بالشكل التالي إن احنا نقول K تساوي Y في Z أقسمها على X Y في Z أقسمها على X و آخر شيء طبعاً علاقة التناصم Y1 Z1 على X1 ساوي Z2 على X2 الهدف الأول طبعاً خلونا نحدد نوع التناصم إذا أعطاني جدول طبعاً إذا أعطاني جدول بين المتغيرين فأكيد إن هذا العلاقة بتكون إما تغير تاردي أو عكسي ما يصير نقول مشترك أو مركب لأن المشترك والمركب فيهم ثلاث متغيرات طبعاً مو شغط لن يكون تغير تاردي وعكسي ممكن نقول غير ذلك أزيل وبعدين ما نكتم معادلة التغير فشلو الفكرة ليه؟ الفكرة كلها تعتمد على الثابت لو نرجع للجدول نلاحظ إنه في التغير التاردي يكون الثابت قسمة الثابت يكون في التغير التاردي هو قسمة Y على X أما التغير العكسي فيكون حاصل ضرب حاصل ضرب إذا هذا الشيء نركز عليه إحنا لو قسمنا Y على X هل يطلع عليه عدد ثابت؟ فخلونا نقسم لو قسمنا 12 على 4 سيطلع عليه 3 24 على ثبارية بعد ثلاثة 48 على 16 بعد ثلاثة وآخر شي 96 على ثلاثة بعد ثلاثة طبعا شغلة مهمة لو عندي ثلاث حالات طلع عليه نفس الناتج والحالة الرابعة ما طلعت نفس الناتج ما يصير نقول لهذا تغير طردي طبعا مثل ما قلنا بما أن حاصل القسمة يساوي مقدار ثابت إذا نوع التغير هو التغير طردي اللي طلعنا حتى هذا الثلاثة هو ثابت التغير أو ثابت التناصب طيب حلقنا في التغير الطردي ويتساوي كي في اكس والثابت هو ثلاثة إذن ويتساوي ثلاثة اكس تعالوا تأكدوا بعد إذا ضربنا ثلاثة في أربعة بتطلع عليه الواي 12 ثلاثة في ثمانية 24 ثلاثة في ستة عشر ثمانة واربعين ثلاثة في سنة وثلاثة بتطلع عليه 96 تعالوا شوف الحالة الثانية سنين على ثمانية ربع أربعة على أربعة واحد مختلف خلاص مختلف ليس أطردي تعالوا نضرب لو ضربنا ثمانية في ثنين طلع عليه 16 أربعة في أربعة 16 سالم ثلاثة في ثمانية بعد 16 سالم ثمانية في ثمانية بعد طلعت 16 إذا حاصل الضرب يساوي مقدار ثابت تعالوا بي شوي قائلين إذا كان حاصل الضرب مقدار ثابت يقول تغير عكسي إذا هذا تغير تغير عكسي قلنا حلال المعادة راح تكون y تساوي k على x إذا أقدر أقول لل y تساوي الثابت هو 16 على x تأكدوا بعد 16 على ثمانية ثلين 16 على أربعة أربعة 16 على سالم ثلين سالم ثمانية 16 على سالم ثمانية تعطينا سالم ثلين تمام الجنوى الثالث لو قسمنا أربعة على ثلين يساوي ثلين تسعة على ثلاثة طلع عليه ثلاثة إذا ليس تغير تغير تعالوا ثلاثة في أربعة ثبارية ثلاثة في تسعة 27 إذا من أول صفين استنتجنا أنه ليس تردي وليس عكسي إذا نقول هذا غير ذلك يعني ليس تردي ولا عكسي أوكي ليس تردي ولا عكسي الجنوى الأخير لو قسمنا 12 على ثلاثة خلنا نقسم بالهلي وتشوف لأنه في بويت 13 على ثلاثة أربعة تسعة على أربعة أكيد مو أربعة إذن القسمة غلط خلونا نضرب خلونا نضرب آه ثنين ونص في أربعة عشر بويت أربعة حاصل الضغط على 36 ثلاثة في ثلع مع 36 تسعة في أربعة مع 36 ضغم خمسة في 7 فاصل ثلاثة بعد بتطلع 36 تأكدوا للأخير لازم ثمانة في أربعة ونص بعد بتطلع 36 إذن حاصل الضغط مقدار ثابت إذن هذا تغير عكسي إذن نقدر نقول لو قد ساوي K على X إذن لو قد ساوي الثابت هو 36 على X هذا هو أو هذه معادلة الدرس تعال نلتقل الهدف الثاني في هذا الدرس وهو كيف نحدد نوع التغير في معادلة هذه معادلات شلو نعرف إنه تغير طردي أو عكسي أو مشترك أو مركب سيد التغير الطردي والعكسي تولي قايا لي شوي تغير الطردي والعكسي قلنا للطردي الثابت مقدار الثابت يكون قسمة أوكي خلي نكتب ه تحت الطردي أوكي الكي تكون حاصل قسمة أوكي التغير العكسي كذلك يكون حاصل ضرب الكي تكون حاصل ضرب هذا إذا طبعا قال متغيرين تمام إذا ثلاث متغيرات مثل ثلاثة وأربعة وستة وسبعة وثمارية هلي رح نتكلم عنها خلونا أول شي نشوف اللي فيه متغيرين خليه تتكلم على الطردي والعكسي إزاي خليه جاوب اللي فيها الطردي وعكسي إكس على وي ثابت إحنا قلنا الثابت إذا كان قسمة في يكون طردي إذا هذا بشرة أقول تغير طردي أوكي الثابت له ثماري حاصل ضرب إذا هذا تغير عكسي أوكي هانا خليوها بعد شوي هانا بعد نفسي شي سؤال خمسة لو قلت لكم طلعوا الثابت اللي هو سالب عشرة سالب عشرة شو تساوي راح أقسم على إكس يعني تصير وي على إكس إذا صار تحاصل قسمة إذا هذا تغير طردي أو شلو نفهمها إحنا قلنا تغير طردي المعادلة تكون المعادلة تكون وار تساوي كي في إكس إذا هذي نفس المعادلة وار تساوي كي في إكس الكي هي سالب عشرة إذا هذي تغير طردي يعني نفهمها من الطريقتين إما من شكل المعادلة أو من الثابت هنخلوها معنا شوي السؤال سبعة لو قلت لكم طلعوا الثابت راح تضربوا مقص فرح تصير عشرة أو إذا الثابت هو حاصل طرد إذا هذي تغير عكسي أو نفهمها لسه ما فهمنا التغير العكسي معادلة تكون المتغير ساوي ثابت على متغير آخر كذلك التغير الحين المشترك والمعقب كذلك المشترك كل الواي تغير مثلا التغير مشترك مع إكس وزيد يعني متغير ما يساوي عجل ثابت في متغير في متغير هذا مثل السؤال ثلاثة في السؤال ثلاثة هذا تغير مشترك هذا تغير مشترك السؤال أربعة مواضح أعطاني ثابت يساوي إكس ويتر بعجل تعالوا نفهمها من خلال الثابت خلن نرجع للجنوان السابق نرجع للجنوان نحن نتغير المشترك الك شا تساوي الك تساوي إذا هذا المعادلة ي تساوي ك 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 متغير على حاصل ضرب كمبيتين تمام تغير المركب لاحظوا الك بتكون حاصل ضرب كمبيتين على كمبية واحدة زي نحن ما نحفظ بس عشان أسرع إلينا هذا مشترك وهذا مركب زي المشترك إلا مثلا لو Y تغير مشترك X Z أوكي إذا الك بتكون Y أقسم على X Z إذا الثابت يكون حاصل قسمة أو خارج قسمة متغيرة على حاصل ضرب متغيرين زي المركب مثلا Y تتغير طرد ويا X طرد ويا X وعاكس ويا Z معنا ال Y شي تساوي أو عفوان ال K شي تساوي ال K بتكون حاصل ضرب كمبيتين على كمية واحدة على متغير واحد لاحظوا Y في Z على X تعالوا نطبق هذا اللي قلنا الحين هذا حاصل ضرب كمبيتين على كمية واحدة X في Y تربيع على Z إذا إذا حاصل ضرب متغيرين على متغير أقول هذا تغير مركب إذا هذا تغير مركب تعالوا لرقم 6 مو أضح 6 تعالوا الجيل الثابت لهو 9 قسمه على N فراح تصير B R على N B R على N تمام زين حاصل ضرب متغيرين على متغير بعد قلنا بكون تغير شنو يكون تغير عكسي أو عفوا تغير مركب أوكي تغير مركب آخر واحدة هادي واضح نفس ثلاثة إذا تساوي 20 في CD يعني معنا هذا تغير مركب أو عفوا تغير مشترك أو إذا حابت تفهمونها بشكل ثالي طلعوا العشرين أو طلعوا الثابت الثابت يساوي N على CD لاحظوا إذا كان الثابت يكون متغير على متغير يكون تغير مشترك تل هادي فكرة إيجاد نوع المعادلة آخر هدف عندي وهو نحل بعض المسائل الحياتية على التغير عندما يكون أحبط دراجته الهواي فإن المسافة التي يقطعها تتلاصب ترتيب على الزمن يعني كل ما نزيد المسافة أكيد بزيد الزمن إذا قطع 50 ميل في ساعتين ونص اكتب معادلة التغير عندي هدي السؤال يبغي نكتب المعادلة تعال نكتب المعادلة ما في عنده رموز أنا أكتب رموز قال لي المسافة خلنا أفترض أنه هي المسافة د تتغير ترتيب مع الزمن خلنا سميه ت إذا خلنا نقول لت تساوي ك ضرب ت إذا أقدر أقول لت تساوي د على ت تمام د على ت أعطان المسافة خمسين وعطان الزر اثنين ونص خمسين على اثنين ونص حسبوها بالآلة بتطلع خمسين على اثنين ونص بتطلع عليكم خمسين على اثنين ونص بتطلع عشرين طلعت عشرين إذا أنا أبغي المعادلة إذا المعادلة هي أقول المعادلة هي اللي هي د تساوي ك اللي هي عشرين في ت المعادلة لازم يكون فيها متغيرين د تساوي عشرين في ت من خلال هاد المعادلة أقدر أطلع عايش مطلوب كم سراعة يحتاج ليقطع ثمانين ميل إذا استمر في قيادة دراجة بالمعدل نفسه إذا استمر في قيادة دراجة بالمعدل نفسه زي أنا عندي المعادلة لش تساوي عشرين ت وعطاني نهو يبرع عدل السراعة يعني يبرع ت مطلوب هو T أعطاني بنسافة ثمانين كل علي يسوي أقسم على عشرين عشان أوجد T إذا T تساوي ثمانين على عشرين تطلع لي أربع ساعات يعني هو يحتاج أربع ساعات عشان يقطع ثمانين ميل بنفس المعدل اللي هو قاعد يمشي فيه هذه الدراجة الهوائية ناخد السؤال بعد على التغير العكسي أعطاني للزمن اللازم لقاط السيارة مسافة معينة تغير عكسيا مع متوسط سرعتها يعني كل ما تزيد كل ما تزيد الزمن كل ما اتقل السرعة عكيد والعكس صحيح كل ما تزيد السرعة يقل للزمن عشان هو يوصل للمكان اللي هو ما يوصل إله إذن قالي تغير عكسي تعالوا نكتب عموز أعطاني قالي الزمن خلنا نقول الزمن هو متوسط السرعة خلنا نقول السرعة هي اللي هي منو ستي إذن الت تساوي ك على في لأن قالي عكسي ك على في تعالوا طلع الك الك تساوي حاصل ضرب ت في في طبعا مو مطلوب لدي لطلع المعادلة فالحين نحتوي مخياري تبقى لطلعوا المعادلة ومن خلال لطلعون المطلوب أو طريقة ثانية باستخدام علاقة التناصب لأنه طلب مني الزمن فخلونا نستخدم علاقة التناصب اللي هي T V تساوي T V T1 V1 تساوي T2 V2 زي شو العطالي يسترق أحمد الدهاب للعمل بسيارته زمن قدره مصصاعة خلونا نقول 0.5 له T1 بسرعة كم ثمانين كيلو ما الزمن المسترق لقطع نفس المسافة طبعا كي لازم تكلم عن نفس المسافة اللي هي المسافة من البيت إلى العمل زين بيبغى ما الزمن يعني خلونا نقول مجهول هو T2 إذا هذي 120 إذا أقدر أقول T2 تساوي 0.5 في ثمانين على 120 حزبوا هذي باستخدام آلة بيطلع عليكم الجواب ثلث إذا الجواب بيطلع ثلث ساعة إذا هو نوزية سرعة سيارته من ثمانين إلى 120 بيوصل إلى عمل خلال ثلث ساعة بدل نص ساعة هذا طبعا آخر سؤال الحلو ياكوب في هذا الدرس قدت هنا من هذا الدرس ونشرح دروس الوحدة الثانية كل التوفيق والنجاح لكم ومع السلامة